بعد نجاح نسخة 2023 لمونديال المناظرات العلمية محافظة ناجف الأشرف تحتضن انطلاق النسخة الثانية بمشاركة ست جامعات على مستوى محافظة ناجف الأشرف حيث احتضنت جامعة الكوفة فعالية مونديال المناظرات العلمية بمختلف المحاور والموضوعات المتنوعة تتم فيه منافسة ما بين ست جامعات على مستوى محافظة النجف الأشرف المتأهل منها سيتنافس على مستوى الفرات الأوسط ثم بعد ذلك سيتنافس على مستوى المناطق الشمالية والجنوبية والوسط بغداد والفرات الأوسط ليخرج مننا فريق يمثل العراق في البطولات الدولية التي ستقام برعاية مؤسسة قطر للمناظرات انطلاقا من محافظة النجف الأشرف باستضافة كريمة من جامعة الكوفة حقيقة أنه تشارك معنا ستة جامعات ثلاثة من عندها جامعات حكومية وثلاثة من عندها جامعات أهلية النقاشات اللي راح تصير ونصوص القضايا اللي راح تصير التناظر بها هي قضايا التريندات العالمية ونحن وطننا هذه التريندات اللي هو الخاصة بالتغير المناخي الذكاء الاصطناعي بالإضافة لأنظمة التعليم تمكين الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل واسق لمواهبهم أبرز النقاط التي يركز عليها القائمون على هذه المسابقة العلمية فضلا عن تسليحهم بمهارات أساسية ليكونوا قادرين على خدمة المجتمع بعد نجاح التجربة الأولى من هذه المناظرات نحن اليوم نقيم التجربة الثانية نجف الأشرف تأتي هذه المناظرة طبعا في إطار العلومي شأن الكلمة وتنسيس ثقافة جديدة للحوار لبناء جيل واعي ومتمكن في المحافظة إن شاء الله طبعا نحن اليوم في هذه النسخة انطلقنا من هنا من محافظة نجف الأشرف وسوف نستمر إن شاء الله وسوف نجوب 14 محافظة عراقية بالإضافة للعاصمة بغداد تمكين الطلبة الشباب في تطوير مهاراتهم وصقلها بما يتناسب مع المصلحة التي تقتضي على تطوير المهارات الشخصية للشباب ويخضع هذا المونديال إلى تصفية تأهيلية على مستوى الفرات الأوسط والمتأهل منها يحصل على أربعة نقاط على مستوى العراق ينافس في تصفية نهائية في العاصمة بغداد لتشكيل فريق يمثل العراق دوليا من النجف الأشرف محمد الغالبي وان نيوز